هذا سلامك الله أصله هو يقول العالم الجليل الشام المعروف الدكتور محمد ملطفي الصباق رحمة الله عليه هو يقول أنه اطلع على جملة وافرة مما كتب عن الإنسان قال منهم من يخالف نظرة القرآن إلى الإنسان ومنهم من يوافق يقول هو بعد من اطلع على جملة وافرة يقول لا هذا ولا هذا نقلتم منه ثم بدأ يأتي إلى كل المواضع في القرآن التي ذكرت الإنسان وجلت صفاته طبائع خصائص الإنسان لأن تجني نظرة القرآن إلى هذا الإنسان وضحت الآن فجلها في هذه وجعلها مثل الأبحاث المختصرة وسمى الإنسان في القرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن لطفي الصباق رحمة الله عليه وهو من كتبه القديم المعروف جدا هو قال إن الإنسان له وضع خاص عندنا إنما ظهرت المفاهيم المغلوطة عندنا لما داخلها وشابها النظريات المعاصرة والأغلاط في فهم حال الإنسان ونظرة الإسلام له يقول ليست وليدة العصر لا الثقافات المعاصرة بالذات الغربية منها في مدارسيا لها إنحرافات لكن قال عندنا إنحراف قديم المتصور فهو نظرته من الإنسان وأعماله وقال أيضا كان عنده من حراف في هذا الباب فهو في هذا الكتاب أراد أن يقوم النظرة ثم يعالج هذا الانحراف وبدأ حقيقة الإنسان كيف راه الإسلام وفي القرآن كيف هو ماذا ذكر القرآن عن أوصاف الإنسان طبعا هذه هي عنوينه التي خرج إليها وتكلم عنها مثلا هذا يجعل لها عنوان مثل حقيقة الإنسان الكرامة الإنسانية الاعتدال والمحافظة على الكرامة سوء الظن والتجسس مثل التحرير الأمم والتماشي إنما هي عنوين يجلي فيها نظرة القرآن إلى هذا الإنسان وكيف أكرمه الله الكتاب في مجلد من إصدارات المكتب الإسلامي